تعيش الشعوب العربية بين حلم نيل حريتها الذي سقته بدمائها وبين الحفاظ على هويتها العربية والإسلامية التي تمثل جذورها الممتدة عبر التاريخ في ظل التحولات والمتغيرات التي تعيشها المنطقة محاولة الإمساك بحقها في الحرية ومتشبثة بهويتها التي قد تتعارض مع تلك الحرية الحرية أم القيم فلا يمكن للشعوب أن تتقدم أو تنمو بالشكل الصحيح دونها فهي ليست طرفاً فكرياً أو مطلباً أعابراً يمكن الاستغناء عنه فهي تعبر عن حاجة الإنسان للتحرر من الاستبداد والظلم كما يراها العرب وليست الحرية بمفهومها الغربي فالأمة العربية حين تسعى إلى التحرر من دولة الاستبداد لبناء دولة المؤسسات مثلاً تدرك أن الانتقال ليس عملية سهلة بل هو انتقال صعب وعسير يتطلب زمناً ونخباً ووعياً كبيراً للمرحلة القادمة ورغم التفاوت في مستوى غياب الحريات بين الدول العربية إلا أن استطلاعاً للرأي أجرته شبكة باروماتر البحثية سجل نحو خمسين إلى خمسة وسبعين في المائة من السكان في بعض الدول العربية يرون أن بلادهم أقرب إلى الدكتاتورية لكنهم مع ذلك يسعون لإيجاد بصمة تميزهم عن غيرهم وتجعل لهم مكانة فريدة بين الأمم لتحقيق التميز والتقدم والارتقاء الإنساني الذي لا يمكن أن يكون دون وجود طابع فريد يميز كل أمة عن غيرها ومن هنا تبرز حاجة الشعوب إلى ترسيخ مفهوم الهوية التسارع التكنولوجي والعولمة والانفتاح الحالي شكل حالة من الاضطراب والتشتت التي تصيب الإنسان حول حقيقة أدواره في الحياة لتبقى تساؤلات الأولوية بين الحرية والهوية مطروحة في الساحة العربية لكن السؤال الأهم والأكبر هل تمتلك الشعوب العربية خيار الاختيار حول الأولوية أو الجمع بين الحرية والهوية في ظل الأحداث والصراعات التي تمر بها المنطقة العربية وتأثيراتها السلبية على خيارات الشعوب